جددت هيئة الكهرباء والماء دعوتها للمشتركين للاستفادة من النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء واعتبرته الحل الأمثل لتنظيم المصرفات من خلال تسديد مبلغ ثابت شهريا يمثل متوسط لاستهلاك الفعلي للأشهر السابقة وأكدت الهيئة أن الاشتراك في النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء يضمن عدم فصل خدمة الكهرباء حتى في زيادة قيمة الاستهلاك الفعلي عن قيمة المبلغ الثابت مشيرة في ذات السياق إلى أن النظام سيساعد المشتركين لتخصيص ميزانية محددة لخدمتي الكهرباء والماء تحسبا لأي ارتفاع في معدل استهلاك الكهرباء في فترة الصيف كما أشارت الهيئة إلى أنه ستكون هناك قراءة حقيقية للعداد بشكل شهري كالمعتاد وستصدر الفاتورة موضحا بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها